موسيقى 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 الكراية تخيل من يكرهك؟ يكرهك بصدق ويتمنى لك الدمار بصدق ويفرح جداً إذا حل الشر بساحتك يفرح جداً وينتشي يصبح في حالة من الانتشاء الغريب هو انتشاء طبعاً لا أقول حيواني إبليسي انتشاء إبليسي الذي ينتشي بمصائب الآخرين شرير إلى أبعد حدود الشرية انتبهوا عليك أن تفتش نفسك بدءاً من مثل هذه النقاط هل تفرح بشر يصيب الآخرين هل تفرح هل تشمت ولو داخلياً هذا علاقنا بالمظاهر الكاذبة هذه تقريباً كل شيء في الحياة أصبح هكذا هذا شيء خطير ولعله لا يكتفي بهذا بل يتحيل لإيصال الشر إليك لإيقاعك في حبائل الشر بطريقة ومؤكرة حتى وأن تأدى الأمر إلى حبل يلف على رقبتك حبل مشنقة يفرح بهذا ويريد هذا وينسى المسكين وقد يكون من المصلين الرقع السجود الرقع السجد وقد يكون من الحجاج والمعتمرين والمتصدقين وحافظة الكتاب الكريم قد يكون طبيعي طبيعي جداً لا نكذب على الحقائق هذا الحقائق قد يكون هذا موجود أيها الإخوة المسكين غافل طول هذا المشوار هو غافل عن حقيقة ماذا؟ أنه يتهدم أنه يذوي أنه يتسمم روحه تتسمم شيئاً فشيئاً الذي ناله الشر أكثر هو هذا الذي سعى في الشر وليس الذي حاق به الشر أنت 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 الضحية الأولى للشر وليس هو هو الضحية رقم اثنين ما رأيك؟ في الحين أن المحبة نأتي إلى المحبة واضح أن الكراهية صادقة صحيح؟ صادقة وغير مترددة واقعية وقوية وصلبة الكراهية كواقع الناس للأسف الشديد هكذا يلعب بين إبليس هكذا تلعب بين الشياطين أما المحبة لا تكاد ترى إذا فُتشت وسُئلت إلا كتقنيع لا تكاد تتكشف إلا عن تقنيع المحبة طبعاً معظم محبات البشر معظم محبات البشر للبشر تقنيع للأطماع والمصالح يحبك لأن له طماعية طمعاً فيك يود أن يناله بس يحبك لأنه يستعملك جسراً مادياً أو معنوياً جسراً لطماعه ومصلحته ومنفعته ينالوا بك أنت سنارة أنت فخ أنت شبكة سنارة طبعاً الناس تتخذ الدين شبكة لا يتخذوا البشر ألا يتخذوا البشر شبكات لهم الدين نفسه يتخذ شبكة لصيد المطامع كيف البشر مسكين مثل الغلابة لعب إبليس هذه مملكة إبليس هنا يعربد إبليس يعربد في ظل ماذا؟ في ظل جهل الناس بنياتهم ودوافعهم وغاياتهم الحقيقية في ظل الهروب المستمر من أنفسنا إصرار على الهروب المستمر من أنفسنا والإمعان في الكذب على أنفسنا وعلى الآخرين لتصديق ماذا؟ أوهامنا حول أنفسنا وهي أوهام بنيناها بأيدينا لا شيء يصدقها طيب حاسم هذه الأوهام مرة؟ فتشها سترى أنها مجرد أوهام لا شيء يصدقها أنت لا تريد لذلك كما قلنا الضوضاء تواتيه السكون لا يواتيه أنت لا تريد أصلا أن تخلد إلى ساعة تسائل فيها هذا الوهم الذي بنيته هذا الصنم الواهم الوهمي لا تريد لأنه سيتكشف على شيء وسترى أنك لم تبني كيانك بعد لا كيان لك إلى الآن لا كيان لك ما رأيك؟ أنت مجرد علاقات وعلاقات شرية سلبية يبنيها المجتمع والآخرون ويلعب بها أبليس لكن لا كيان واحدا يجمع هذه العلاقات الكيان هو الذي يجمعه أنت لا كيان لديك طبعا أنا أزعم عن أبليس نفسه أصلا وهو كيان رهيب لكنه كيان ليس مكتملا ولا يمكن أن يكون مكتملا وحين تفكرون فيه ترون أيها الإخوة أنه أضعف مننا ليس أضعف مننا نحن هكذا أضعف مننا من حيث الجنس جنش البشري وخاصة المؤمن طبعا أقوى بكثير من كل الأبارسة من الأب الأكبر والذرية فنازم أقوى لماذا طيب؟ نحن نطيع ونعصي نعصي طبيعا ولو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا أتى بأقوام أهيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم نحن نذن نحو بشر ضعاف نعرف هذا ويجب أن نعرف هذا كما نعرف ونقر أيضا أننا كائنات كما أقول بتعبيري برزخية كائنات ثانوية لنا جنب روحية تتوقع الأبد وتنظر إلى الغيب ولا جنب مادية بدنية تجد لذتها وراحتها ومتاعها في المادة الحسي في الأكل في الشرب مواصلة الأهل أيها الإخوة في السمعة في الشهرة في الإنجاز كلها ألعيم في نهاية المطاف مايا باللغة الهندية كلها مايا هذه ليست هذه الحقيقة لأن كل هذا يزول ويزول سريعا يزول ويزول تحدثنا عن الزوالية أعتقد في مناسبات شتى لا علينا من هذا لكن ينبغي أن نعترف به انتبهوا الاعتراف به سبيل أيضا من سبل الإنقاذ من الإبليس سبيل التمنيع والتحصين ضد بعض هجمات اللعين أن تعترف بهذه الجنبة المادية لك ويضاعفك وهشاشتك بخطائيتك نحن كائنات خطاءة كل ابن آدم خطاء ما قال خاطئ خطاء نحن نكثر الغلط نكثر الخطاء لكن خير الخطائين أيضا التوابون يجب أن نتوب كثيرا وتوبوا يا الله جميعا أيها المؤمنون حتى أبو بكر يا رسول الله حتى أبو بكر حتى أبو بكر علي عثمان يا رب العالمين حتى هؤلاء يجب أن يتوبوا كله وتوبوا إلى الله النبي أمر بالتوبة أليس كذلك؟ وعمر بالاستغفار لذنبه ولذنوب المؤمنين استغفر لذنبك وللمؤمنين تبعوا يجب أن نكون واضحين أنه بشر نعيش في هذا العالم بهذه الجنبة نحترب بهذا وهذا سيضيع عليه أشياء كثيرة ربما أشرح هذا بعد قليل كيف؟ يضيع سنشوف طبعا عكس ما يعتقد بعض الدعاء الكذابين ليسوا كذبين على الدين فقط وكذبين على الطبيعة كذبين علينا وعليهم هذا الدعاء يكذب على نفسي لا تحاول أن تفهمني أن الطريق الصحيحة في التعبد والتدين والتديين أن نعيش كائنات روحية بلا لذائذ بلا متع بلا أشواق دنيوية بدنية حسية تكذب مستحيل مستحيل مستحيل